منا وليلة بنتين عاشوا مع أب مدمن منا اكتشفت من زمان قوي أن أبوها مدمن وبقوا بيتعاملوا قدامها عادي أبوها المدمن ده خلق أمها هي كم مدمنة عشان تسكت على اللي بيحصل راحت عشان تتعالج نفسيا اكتشفت إن في بناك كتير جدا أبوها كده وعملين جروبات على الواتساب وعلى السوشال ميديا وبيشوفوا يعملوا إيه معاهم لدرجة إن في منهم إخواتهم فقدوا يعني فقدوا النطق ما بقوش يعرفوا يتكلموا من كتر الصدمات اللي شافوها ومن تعاملات أهليهم معاهم يا ترى يعملوا إيه؟ طب لو حد عايش في نفس الظروف دي ممكن يطلع كويس ممكن يقامل الناس تين هيعملوا إيه؟ عشان كده ننوارنا النهاردة دكتور حاتم صبري استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان عشان نحاول نتكلم في الموضوع ده ونشوف ممكن نعمل لهم إيه؟ زيك يا دكتور زيك يا سلام عليك الحمد لله كله كويس الحمد لله نعمل إيه بقى؟ لا لا أنا مش مصدقة أنه الأرقام مرعبة فعلا يعني وإحنا مثلا بنحضر الحلقة لما تيجي بص على الأرقام هو ده حقيقي؟ بصي الأسف يعني ده حقيقي ويمكن يعني حتة أنه احنا قلنا ده اكتشفت أن باباها مضمن ودي اكتشفت أن باباها مضمن ده يمكن واحدة أصلا من المشاكل ومن أكتر العقبات اللي بتقابلنا في موضوع علاج النفسي وعلاج الإدمان إيه اللي بيحصل عادة إيه اللي بيحصل عادة إن أي أم بتلاقي ابنها بقى مضمن تقول له إيه أنا هجوزه عشان خطر أتطمن عليه عشان يتصلح حاله ويتصلح حاله فإيه اللي بيحصل بيحصل بإحنا حياتنا مبوض حياتها كلها بتخرب بسبب الـ concept ده اللي بيكون عند أمهات كتير للأسف أو عند أسر كتير تلاقي الولد أول ما يبطل يعني أسبوع وغالبا يعني هو أسبوع وأسبوع تاني ممكن يرجع تاني لأنه هو ما كملش علاجه وهو ما عندوش إرادة الكافية في التوقيت ده إنه هو يبطل إدمان تلاقيهم يقول لي يا دكتور لا خلاص إحنا الحل إحنا عارفين يعني إيه مدمن يعني إيه مدمن مدمن معناها إن شخص معين هو قرر إن يوجه حياته ويوجه كل شيء في حياته نحيط شيء معين الشيء معين ده هو حياته كلها أيم عليه هو أيم نايم صاحي ما بيعملش أي حاجة في الدنيا غير إن هو عايش حوالين الشيء ده طيب طيب لو أنا بشرب مرة تفاريح يا عم ده كل جمعة إيه سجارة واحدة يجرى إيه بصي شربنا إيه اللي جار دي طبعا حاجة إحنا بنقول عليها شخص يوزر أو مستخدم أو بيعمل استخدام خاطئ أو أبيوزر مثلا لمادة معينة ده ما يتلش علي مدمن مش بتليد أو بتؤدي إيه للإدمان هي بقى دي الأزمة إن ده بيوصل لو أنا شخص عندي شخصية إدمانية أو لو عندي بعض اضطرابات الشخصية اللي ممكن إحنا نتكلم عليها بعد شوية آه ممكن بعد كده أنا فعلا هبقى مدمن فيه ناس بيبقى عندهم مواصفات أو عندهم يعني حاجة اسمها شخصية إدمانية أو شخصيات عندهم بعض اضطرابات في شخصيتهم زي الشخصية مثلا الحدية أو الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية الاعتمادية دولة لما بيخشوا وبيجربوا بيتزحلقوا ترجمة نانسي قنقر